طب انت بقى في التربيت اللي عمل انت نسخة مختلفة من ماما تماما انت العكس بتاع مامتك اه ايه اللي انت وطبعا انت كان والدك عمل فارت حماية عليك ايه مع اولادك ايه اللي انت لقيت بتعملي زيهم او ايه اللي انت اختلفت فيه تماما اه لا انا كنت ردت فعلي برضا من قبل كده لا ربيت الاسس وهي انت وربك يلا طلعوا الدنيا موقفتش مخترتش لحد فيهم حاجة كل واحد يختار حاجته ولما جيت حتى تدي نصيحة بعد ما كبره شوية لا احنا نختار ودي حياتنا واحنا اللي هنتحمل نتيجة عمل بس ده اكبر خدعة بيقولها الولاد وللأم ولأبو لان لو شفت ابنك موجوع ولا بنتك موجوع الوجع هيبقى في قلبك انت اكتر بكتير طب انت حسيت ان انت عملت حاجة صحة ولا حاجة غلط لا مش صح مش صح لانها ردت فاعلة مش عقل مش فاهمة الابعاد شوي ما ينفعش تصاحبي ولادك منه هم صغيرين ما ينفعش لازم سلطة الابوية تكون موجودة لحد ما يقفوا على رجليك يعني لو رجع بك الزمن عادي انتاج اللي عملوا والدك ومامك مش بكده ولا كده ولا كده تاخد ماء بس هتاخد حاجات هاخد حاجات وعشان كده بنتي مع ولادها لما بتبقى كده انا بفرح بها جدا لان هي وصلت للمعادلة الصحة في المعاملة خصوصا الاجيال الجديدة بقى ما عندهش حدود خالص فلو ما كنتش تحطي لها حدود انفلات اه ده حقيق لازم حدود مع الصداقة لازم يبقى فيه سلطة السلطة بتاعت ايوة دي صورة كنت وهم صغيرين ايوة سامحوا اروة سامحوا اروة سورة دي الحفيدة فيه صور لصورة لا ما فيه صور لصورة مع الاسف ما نزلتاش على النات قوين جي نزلتلها صورة بقت شبهي بشكل سوير مش معقول بقت نسخة اه وسم الله عليها بقت اطول مني هي عندك تلتاشر سنة دلوقتي يا بقى تلتاشر سنة اللي ايام بتجري بسرعة شفتي طب انت علاقتك بالاحفاد اقوى من علاقتك بالولاد اه انت بتعملي بقى معاهم الخبرات الوسطية الوسطية بقى ما بين الحديثة والقديمة بالزبط فالقتي بهم جميلة ربنا يا رب يرجعهم لنا بس هل هي طيب انت بتقول ان انت تعرضت للخيانة الكاملة ولما اكتشفتها كان رد فعلك الصعب للغاية اي نوع من انواع الخيانة وانت سيت صريحة وصدقة هل هي كانت خيانة زوجية ولا خيانة صداقة ولا خيانة في العمل ولا التلاتة حصلوا؟ تلاتة حصل بس انا اكتشفت ان انا مش الوحيدة في الدنيا ياه اكيد يعني ايه دالاجدع مني مليون مرة واتخانة ELLA مفيش كبيرة عالخيانة الخيانة مالخيانة لا 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 اجدع مني واشهر مني واغنى مني واصلة مني وكل حاجة مم ست في جمالك تدخنك يا زوجة اه طبعا عادي يعني ساعات كده بيحبوا يجربوا نفسو اكي؟ ايه رد فعلك؟ نسحبتي طلبت الطلاق عملت موقف ايه لا اخدت ودي مع نفسي فترة جامدة وقررت ان لا مش حالطلاق لان اللي بيننا اكبر كتير من غلطة وتعديل وعشان خاتل الولاد واصلاح غلطة كمان مش جازي يعني مش مثلا ممتدة قلت كعبالة كده كعبالة وعدت ما تكررتش يعني لا ما تكررتش وبالعكس يعني ده خلى فيه بيننا تفاهم اكتر يعني انت تسميها نزود تقولي الستات يتنازلوا لو هي مرة وتعدي اه لو مرة وتعدي مش طبع اصيل يعني لا مش طبع اصيل بس اللي انا نصيحتي كمان للستات ما تبقوش خانئين يعني يعني الستة الخانئة دي ده ماتي لأوي برضو الخانئة دي اللي تبقى شبه ايه اللي هي بتبص بقى فين بتكلم مين المطاردة يعني تمد ايدها في جيوب وتدور في الموبايل لأ ده ما يصحش انت ما كنتش بتعملي حاجة من دول؟ وعايزة اقولك ايه؟ لما بتلقي المعلومة ساعتتلك في حجر كنتي قاعدة يعني مش ما انتش محتاجة طب انت اكتشفت ازاي المعلومة جاتلك ازاي؟ والله بالصدفة المحتى حضرتك ومع يعني لو يتبوزي كان فيه اعترفات زوجيه يعني هو اعترف لك طب ده راجل طيب ومحترم ما انت عرف انه راجل طيب ومحترم مكمل طيب هل القيانة حتى لو هي نازوة وحتى لو هي مورة بتسيب في الست ندوب ولا تدهوى بمرور الزمن؟ لا مش حقيقي وهي الهتبقى هي العينة لان الندوب ده هيعورها هي هيعور حد فلازم تتصالح لازم تتصالحي تماما بس عايز اقولك حاجة بقى مهمة جدا اوه جوزي بداية اوه لما اقولها الست تغفر ولكن لا تنسى هي دي؟ طب ما هي دي؟ لا لا تنسى بمعنى ايه؟ مش الموضوع حاضر في زهنها طول الوقت بس منتبهة بس موجود في الفايل موجود في الفايل في الارشيف اه في الارشيف معدود ما بيروحش اول غلطة انتبه ايوه يعني بصوا انا نغفر جدا ولكن لا ننسى فلا تتمادوا اه يعني ايوه الرجل لا تتمادى بالظبط كده الست مش هتغفر اكتر من المرة هتعديها مرة بس اتعدي مرة ومش هتحط عسكري على دماغك يعني انما زي ما عارفت اول مرة هتعرف التالي اكيد هي الستات كده بيجي لها الحد عندها اه لا وعندها الحسان اه طبعا طبعا الستات جهاز كشف رادار كشف الكل اه هي الخيانة كانت الاولى ولا التاني الاولى مكنتش تفرق ايوه اوكي طيب خيانة الصداقة بقى اه دي القصة انا من الناس اللي بدي الصداقة اه حجم كبيرة يعني انت ممكن يبقى عندك معارف الدنيا والاخر بس اولاي القوي اللي يرتقي لمرتبة الصداقة فلما حد يعني زي ما انت قلت كده صندوق السود وبياكل معاك ويشرب معاك وما بتبخليش في اي حاجة تخصه لما تيجي بتاعنا منه دي بتاعنا تفوق يعني خيانة الصديق اصعب من خيانة الزوكة اه طبعا اه طبعا صح لان ايه هنا المرتبة الثقة اقوى واكتر اوف اوف مفتوح انت اه نفسي مريتي ايوه كتاب مفتوح قدام صاحبتي لكن مش بضرورة ان انا يكون كتاب مفتوح قدام شريك حياتي ولا يا صاح انك تكون كتاب مفتوح فعلا اه يعني المرأة ما تبقاش كتاب مفتوح ليه بقى ايه الخزائر فيه حاجات اصي برضو معلش الطبيعة البشرية يا تسوري لو انا مثلا احنا انا وانتي صحب وبعدين جيت كده واحنا قاعدين اقولك فاكرة يوم عملتي كذا وكذا لما بتيجي من رجل بتوجع لما بتيجي من صاحبتي عارف ارد عليك انما اني مسكالك زي لا لا ده مش معنى انت فيه ما يخصك قبل اللقاء حاجة وفي الحياة فيه مصرحة ولكن المصرحة غير الكتاب المفتوح ايه بتاع من اللي جاتلك من الصغل ولا انا عاشتها بتعيش نادلة تموت مصطور ايه اللي حصل الحقيقة قربه بنفسي الغيرة المهنية عدم الثقة بالنفس حد اللي بسبدلة اكبر من بدلته فبقى احس بالتهديد طول الوقت لازم يبقى اقزام اللي حواليه بقى 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 ظاهرة ايه عارفة ليه؟ عشان بتبقى نوع من ضربة الحظ او ضربة الاتصالات او كده انما مش انا واسق تماما وده نتج عن ثقافة علامية بتاعت الدكتورة حتى ان التخصص في حد قد كده احنا اجيال كنا موسعيين اه تعلمنا وشغلنا وبنائنا مختلف جدا فكرة التخصص الدايق ده يخلوها ما بتفهميش غير فيها حتى قد كده ده لو كنت بتفهمي فيها اه طب من ساعة ما دخلت الفن الناس فكريكي هانم كيوت وانت هانم طبعا لكن الفكرة دي ممكن تخليهم ييجوا عليكي الله يرحمك يا بطل يا شهيد يا انور السادات الديمقراطية لها انياب والهوانم ليهم انياب برضا ايو بتعرفي تستخدم الانياب دي؟ اه طبعا وقت اللزوم لازم تطلع ام ايو لازم ايه موقف حصل ما بتنسوهش واضطريتي ان انتي تغياري ان حد جاي عليك عشان نشافي ان انتي طيبة وان انتي هنم وان انتي محترمة وان انتي شيء فمش هتقولي مش هتعترضي يعني اتناصب علي والله في بقية الفلوس كتير يعني مبلغ محترمة يعني كم مرة حقك ده وعد المرة الوحيدة؟ لا 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 في كذا مرة بس ده كان الكبير يعني وحتى الان؟ اه ورفعت قضية وحكم سجن هيفرق معي ايه هو هربان طب كان متخلين مثلا انت ست غنية وهنم كده ما انا دايما ده بقى الانتاج لما يناقشني في الاجر حضرتك هنم ومش محتاجة يا ابني ملكش ده وانا محتاجة ولا مش محتاجة ده اجري اه طبعا بس؟ وما فيش حد مش محتاج طبعا طبعا الحياة صعوبة الحياة كلنا كلنا في سببنا مر بصعوبة في الحياة عادي بس خلي بالك حاجة سوير انا ما احنا برضو يعني انا من الجيل اللي حضر سبعة وستين وحضر حرب الاستنزاف وحضر لحد تاتة وسبعين وحضر ما بعد كده يعني ما احنا برضو ما كان بيعادي علينا ايام دياء بس كانت قيمنا مختلفة او فعلا القيم اختلفت وتشويهت وتغيرت وتشعليمت حاجة زي كده شاء الله بزدت يوميا شاء الله بزدت او